مدرسة القومية دقيقة يعني انه بداية المدارس القومية في مصر ابتدت من حوالي 15 سنة وكانت اساسا انشئت عشان الطبقات المتوسطة حنعرف المعلومة اللي انا عملا اقولها دي صح ولا غلط حنعرف اكتر الاسئلة اللي انا نفسي اسألها من الاستاذ بهاء احمد مدير تحرير جريدة الميدان والاستاذة ليلى خليفة مدير مدارس القناة القومية والاستاذ بهاء على فكرة صلح لي المعلومة الى امس يعني هي كانت مديرة مدارس القناة القومية لغاية مبارح وتم دبحها ومع ذلك قاعدة تم دبحها ومع ذلك قاعدة صباح خير يا فهد صباح خير صباح خير صباح خير طيب ممكن بس استأذنكوا يعني السؤال اللي نفسي بقالي 50 الف سنة نفسي اسأله يعني الفرق ما بين المدرسة دي والمدرسة دي والمدرسة دي بعد ازدك تفضل طيب انا اخلي الاستاذة ليلى تقول على المدارس القومية تمام والفارق بينها او تخليناها التجربية وهو تتكلم عن القومية تقدر لي حضرتك المدارس القومية دي مدارس موجودة في مصر من قبل الثورة قبل الثورة فيه ثورة 23 يوليو 1952 اه يعني مش 15 سنة ولا حاجة اه لا دي كانت مدارس الجاليات الاجنبية حضرتك ايوه ولما جات الثورة وجي الرئيس عبد الناصر امم هذه المؤسسات التعليمية وجعل الاشراف المباشر لوزارة التربية والتعليم على هذه المؤسسات المدارس القومية لا معلشة استاذة ليلى الاشراف كان للجمعية التعاونية الذي صدر لها قانون هذا القانون رقم واحد لسنة التسعين الذي ينظم عمل هذه المدارس التي كانت تابعة لجاليات اجنبية ولها تعاون مع الدول الاخرى بمعنى ان فيكتوريا اسكنديرية او المعادي اللي خرجت مشاهير من البشر هذه المدارس كان هناك تعاون مع بريطانيا وكانت بريطانيا لا تتصرف على هذه المدارس وكانت هناك رحالات كل عام للطلب المصريين الذين يتفوقون ويذهبون الى لندن وكان مدير المدارس يذهبون ايضا في بعثات تدريبية لذلك كانت عريقة وخرجت فعلا حتى كان يأتي من الخارج انا اتذكر ان بعض الملوك وبعض الرؤساء كانوا يدرسون في هذه المدارس التي كانت معدة اعدادا كان فيها مطاعم فيها حمامات سباحة اللي كان مغلق فيه بكتوريا المعادي وانا الحمد لله بعد مقال واثنين طالبت لي افتتاح هذا الحمام وتم افتحه كانت فيها مسار حال اهرق مستوى الوزارة الان حطمت هذه المدارس ودي اللي هنكلفه بعد كده ما تكمل الأستاذ العيد تكملة عن اللي قاله الأستاذ بهائل مدارس القومية تسعة وثلاثين مدرسة على مستوى الجمهورية ما بين القاهرة ومحافظة الجيزة والاسكندرية ومحافظة بورسايد ومحافظة المينيا دي المحافظات اللي ما تواجد فيها المدارس القومية كان مفروض ان يكون كل المحافظات فيها قوميات نعم الوزير الحالي والسابق واللي قابله لغاية الدكتور حسين كامل بقى الدين كانوا وضع خطة لنشر هذه المدارس والمحافظات الخطة الموضوعة الآن قتل هذه المدارس طب معلش بريك بعد اذنه كنتم لتنين نرجع لسؤالي الأولان اتفضل اذن دلوقتي المدارس القومية دي من قبل الثورة او مع الثورة 23 يوليو تأميمها تأميمها يعني كانت اساسا من قبل اه ملك الجاريات الاجنبية طب تمام وبعد كده تأميمت اه يفضل وفضلت ماشي كويس بعد الثورة ولا لا ماشي طبعا اذا من اعرف المدارس الموجودة اذا هنا من ضمن المميزات بتاعة المدارس القومية كان فيها ملاعب وكان فيها الناس مشرفين من بره وكان فيها اختيار للمدارسين والإدارة والتعليم متميز والتعليم غير التعليم مثلا الحكومي يعني متميز متميز بمعنى ايه انا اقول احسر biographyك متميز بمعنى ايه يعني مثلا المدارس التجربية هادخل في حتة التجربية هي مدارس لغات حكومية واختبال حضرتك ندرس فيها الماس بالانجليش والسينس فقط احنا عندنا في المدارس القومية الماس والانجليش وهي leville واختبال حضرتك يعني التركيز على مستوى اللغة الانجليزية في المدارس بتاعتنا واخد بال حضرتك فده الفرق بيننا وبين التجريبيات التجريبيات بتدي بس الماث والساينس بالإنجليش أما بياخدوا الإنجليش بتاع الحكومة واخد بال حضرتك اللي هو مستوى عادي جدا احنا بناخد مستوى رفيع ومعاه خليني بقى قطع الكلام واجه للنقطة دي طب ماشي حجيلك بس انا خليني افهم واحدة واحدة ويبقى ماشيين مع مشاهدي نارك سعيد واحدة واحد وصلنا للمدارس القومية فيها مستوى إنجليش أكتر وفيها إمكانيات كانت أكتر كحمام سباحة وفيها جمعيات عونية تديرها من خلال مجالس إدارة لكل مدرسة وهناك المركز الرئيسي له مجلس إدارة وكان فيه إشراف من إنجلترا من اليونان من فرنسا وهكذا عنديكت مدرسه عظيم الفرق ما بينها بقى والتجربية التجربية حضرتك قلتلي إن هي بتاخد إمكانيات إنجليش أقل عظيم وإيه تاني وكان من البداية إن يتم اختيار المدارسين داخل هذه المدارس من خلال اختبارات ده في البداية زي في مصر زي كل حاجة تبدأ بداية قوية ثم تبدأ تضعف حتى تتدهور أنا أفاكر في محاضرة للدكتور أحمد زويل داخل معرض الكتاب هو سأل قال حد يقول لي يعني إيه مدرسة تجربية أنا فحلا بعد كده عالتفكر وسألت أكتر من وزيره منه من وزير الحالي يعني إيه مدرسة تجربية هي ليه تجربية متحولتش بعد ذلك إلى هو بعد التجرب في إيه مفيش رد وأنا أتمنى أن يكون أحد مسؤولين داخل الوزارة يقول يعني إيه مدرسة تجربية دي إجابتي أما بقى اللي مفروض في المدرسة تجربية يكون لها السواء أعلى لا فيه انهيار أن يكون يتم اختبار المدارسين ما بيتمش أن يكون لها كسافات في الفصول محددة لا يتم أن يكون لها مبنى لها مواصفات خاصة لا يتم بس بها المشاكل يعني المساوئ بتاعة التعليم والمدارس إحنا متهيئة لي موجودة في كل المدارس آه 43 ألف عادي خلينا بس بقول لحضرتك نفهم الفروقات ما بين هل القومية مثلا الأساسة بتوحها بيجوا من بره ولا برضو لا إحنا القانون بيسمحلنا أن إحنا بنستعين بالأجانب أيوة لتدريس اللغة في حدود معينة آه ده نص في القانون تمام واخد بال حضرتك ولا يفعل دلوقات لكن زمان عظيم والتجريبيات زي ما قلت لحضرتك هي مدارس تجريبية حكومية أيوة مدارس لغات حكومية يعني المدارسين فيها مش من بره لا لا في التجريبيات وإحنا برضو المدارسين عندنا مش من بره ولكن القانون بيمنح لنا نعم إن إحنا نستعانة آه بالأجانب للعمل في داخل المدارس التجريبية كده فهمنا شوية عن القومية والتجريبية نخش على المدارس الأضاية بقى الحكومية المدارس الحكومية خلي الحكومية من الفضل الحكومية دي اللي هو يعني المدارس العادية اللي هي تبع الحكومة بتشرف عليها الحكومة من إيتو زد المدارس الحكومية كل المدارس التابعة للوزارة بالضبط والتي كلها فيها مشاكل لابتداء من تسليم الكتب حتى عدم تدريب نحن متأكدين إن في مشاكل في كل حاجة معلش دلوقتي المدارس بقى الخاصة جميل دخلت مصر إمتى؟ المدارس الخاصة دخلت مصر من فترة من بعد النهضة اللي أوجدها محمد علي مباشرة كويس وكانت بدأة صغيرة وكده الغاية دمها كبرت وكانت تلميس الضعيف هو الذي يلتحك بهذه المدارس لأي ظروف الضعيف الضعيف والذي كان يخجل والده من أن يقول الآن انقلب الحال رغم أن مفروض تكون المدارسة الحكومية هي الأقوى وهي الأعلى وهكذا لأن ما عندناش داخل للوزارة مسؤول يأتي ويقول أنه يريد أن يطور غير رغم أن تكاليف المدارس عالية جدا على